السلام عليكم ورحمة الله كان كثير من الصحابة رضي الله عنهم ممن فاته بدر ولم يشهد بدر يتمنون يوما كيوم بدر ليجاهدوا في سبيل الله وينالون من الأجر مثل ما نال أهل بدر فلما كان يوم أحد فر بعضهم وصبر بعضهم فعاتب الله من فر منهم وأنزل قوله تعالى ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتمه وأنتم تنظرون ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه ولقد كنتم أيها المؤمنون قبل غزوة أحد تتمنون لقاء العدو لتنالوا شرف الجهاد والاستشهاد في سبيل الله فقد رأيتموه وأنتم تنظرون فها هو ذا قد تحقق لكم ما تمنيتم وطلبتم ورأيتم ما تمنيتم بأعينكم فقاتلوا وصابروا وتأمل معي أخي الكريم مدى روعة الإسلوب الكرآني وكأنك ترى بعينيك صورة حاضرة للأحداث وكأنك ترى بعينيك جماعة من المؤمنين تتمنى الموت والشهادة في سبيل الله وصرحوا بذلك ولم يخفوه ثم تحقق لهم ما أرادوا يوم أحد ففر بعضهم وصبر بعضهم فخاطبهم الحق سبحانه وتعالى خطاب الحكيم وجمع لهم بين الموعظة والملام وكأنه يقول لهم إذا كنتم قد تمنيتم الموت فقد وقع ما تمنيتموه ورأيتموه رأي العين فأين بلاؤكم وأين صبركم وثباتكم ونأخذ من تلك الآية بعض العبر لا تصرح بما لا تستطيع لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا لا يتمنين أحد منكم الموت لضر نزل به فإن كان لابد متمنيا للموت فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي أتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي من أحب الشهادة وأراد الجهاد في سبيل الله فليجاهد نفسه أولا وليصلي في المسجد ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون ترجمة نانسي قنقر